مارك كان موهبة مبشرة. كنا احنا بنبعت العيون بتاعتنا بتروح في الدورات الافريقية والبطولات الناشئين والبطولات المحلية. انا اتفاكر جنة اعطاك كان اسمه الاساس الشازلي كان من احسن الوكال التونسيين. كان دايما يعني ويعارف يا محمد شمال افريقيا بالذات. تونس والمغرب والجزائر. انا دايما الحقيقة بقى بوصلهم كتجربة نجاحة ددا. في العينين بتاعتهم اللي بختار اللعيبة المحترفة. بيختارهم صح. وبتلاقي حتى اللعيب لما بيروح عندهم بيعلى فاختياراتهم قويسة. فمن هنا جاء التعاون مع الاساس الشازلي. فقال لنا فيه اللعيب عنده ستاشر سنة بتاع سبعتاشر سنة. ده ممكن بعد سنتين تلاتة يبقى استثمار هايل. سافرت الكاميرا وقتها. كان هو جايب شريط كده طبعا اللي هي كانت شراية الفيديو بتاعت الزمان دي. شافها الاخوة الكويرة يعني في ناجي الزمالك. واقار وقالو الولد لو بالمستوى ده يكيف. انا سافرت المفاوضات مش سافرت ان انا انا ايه? يعني كان القرار متاخد من مصر. يعني جبت الولد. وكان له حكاية ظريفة جدا. اه الطيارة من الكاميرون بتطلع باريس. باريس بتغير تاخد باريس كار. فهو كان واخد فيزة القاهرة لكن مش هينزل في باريس. يعني يا دي ترانزيت. فالمفروض انه ما ياخدش كانت وقتها كانت شينجين ابتدت او مابتدتش مش فاكر. ما قاضل انش كانت هي فرنسا. فما كانش معا الفيسا. فجينا بعد ما عدنا الجوازات في الكاميرا وانه كل حاجة وبنطلع الطيارة فدايمن بيقف بتاع السيكوريتي الفرنساة وبيشوف. قالوا لا انت ما معكش اللي ايه? الفيسا. يا اما انا رايح مصر. وعدت اشرح لهم. ده رايح القاهرة. ومفيش رحلة كانت بتاعة مصر الطيران دلوقتي. مش عارف مفيش فايل. بكيبت انا او الشازلي والولا طاعة البعاية. تاني يوم ركبناه مصر الطيران. اا يعني من عندهم. مكانش فيه من مصر الطيران اعتاق الي يويندي. اا راح من يوينتي لنيجيريا او حاجة زي كده. وجلنا على مصر. وتعمل له عقد كان الاستاذ من دول حسيني هو امين السدوق. ايه من الدورة اللي هي من الفين وواحد ل الفين وخمسة. اا اتعمل له عقدة بعشر تلك دولار كتابة. اني يسا فاكيرها يعني. والولد الحقيقي اول بطولة نزل فيها كانت بطولة الجمهورية اللي بتعمل في اسكندرية في الصيف دايما. اا كان هشام يكن هو اللي ماسك الفريق بتاعنا. واول بونجة كان هو اللي جابه على فكرة مارك ام هو. واخدنا البطولة دي. بعد كده اا دخلنا في البطولة العربية. ويا رب افتكر كان فرقة اهلي حلب او حاجة فريق في سوريا. وكسبناه منك واحد سفر. وكان هو برضو اللي كان جاب الجهون. وابتدى اللي هو مشواره ويمشي. انبتوين بقى مع مع لعبه في ناجي الزمالك كانت العلاقة الشخصية وكان دايما يعني بيسمي يعني بيعتبرني زي ابو يعني. ازاي انت تحتوي اللعيبة دي. وزاي تحتوي اللعيبة الاجانب. وبالذات السنة الصغير. ولي بيسيب بلده وابوه وامه وعدين يجي هنا. لازم تريحه نفسيا على الاخر. علشان يقدر ان هو يديك. طول ما انت اقتنعت بيه يقدر يديك. وعلى فكرة احنا لما جيتنا مارك امبوه. مشانا لو روحت اختارته. اقول له كان كل خبراء الكرة في ناجي الزمالك وما اكثرهم يعني. فالولد من كتر اه تعلقه الحمد لله. وكان دايما معنا في البيت على طول. وفي النادي. اه اعتنق الاسلام. فلما جاء اعتنق الاسلام انا طبعا دي حرية بتاعته هو انا موضرش ان انا اتكلم فيها خالص. لحسسية الاوضاع يعني. فاصر ان هو يوم ما يشر اسلامه. انا موجود. واتفاجئتي يوميا هو اشهر الاسلام باسم محمد هاني. وفقت? اه طبعا وفقت. وفضل هو حقيقة كمل. الفين وخمسة انا ما توفقتش كنت في الانتخابات. كنت مشيت. وعرفت بعد كده هو كان ماشي راح الاتحاد الاسكندري. مزبوط. اه راح الاتحاد الاسكندري اتدفع فيه متين وخمسين الف دولار. عشان كان فيه بعض الناس بيقولوا يعني ان احنا في العشرة الاف دولار دي حطينا يمكن مية دولار ولا متين دولار في جبنة. ما يعرفوش حتى ان التذكرة للكامير من رايح جاي ان كنت دفع من الحساب يعني. فراح الاتحاد الاسكندري وكمل. بس مرة واحدة الحقيقة انقطعت اخبار وبعد كده ما عرفش حتى هو بس قبل بلام جيدا في الاتحاد الاسكندري يعني.